بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في أنظمة المعلومات الفرعية الجزء الثاني من المحاضرة ضمن الجزء الرابع الذي تحدثنا في بدايته عن أهمية وأهداف وبعض المعوقات التي قد تكون من استخدام النظام التقليدي الورقي وأهمية استخدام الأنظمة المعلوماتية المحوسبة وتحدثنا فيه على بعض تقريبا سبع أنظمة فرعية نستكمل في الأنظمة الفرعية الأخرى صفحة 57 نظام معلومات المختبر من المهم جدا لدى الطبيب الذي حتى يقوم بوضع الخطة العلاجية معرفة السبب المرضي أو ما يسمى بتشخيص المرض وهذا يعتمد من أحد أنواع التشخيص الذي سيستخدم حتى يتم وضع الخطة العلاجية التشخيص المخبري ولأهمية هذه التشخيصات أو الفحوصات المخبرية يوجد ضمن الأنظمة الفرعية للمستشفيات نظام معلومات المختبر هذا النظام مستقل لوحده غير الأنظمة الأخرى ولكنه من خلال الربط بنظام معلومات المستشفى تتعظم الفائدة منه عرف النظام معلومات المختبر على أنه نظام برمجي يؤتمت يؤتمت واتفقنا على الأتمة يعني توظيف التكنولوجيا والحصيب والاتصالات في تقديم الخدمة فهو نظام برمجي وأتمت عمل مختبرات التحاليل الطبية بدءا من استقبال العينة معالجة العينة نفسها اللي هي إجراء الفحوص وصولا إلى النتائج وطباعتها وإصالها إذا دوي العلاقة من أطباء ولهذا النظام عدة فوائد أولها صحة المعلومات المقدمة والمقصود هان أنه يعني لما بتيجي تعمل فحص بيعطيني شروط الفحص في تحالية على سبيل المثال تحتاج أن يكون المريض صائم المريض يكون فحص اللي هو بست برندل يعني بعد بساعتين يكون تم الفحص بعد الأكل بساعتين فحوصات ما فيش يعني أهمية أنه يكون صائم أو غير صائم هاي فحوصات لها بعض أنواع أنه ياخد حبوب معين زي فحص هرمون النمو فإلها شروط بيعطيني كمان ضمن صحة المعلومات التكلفة للتحليل نفسه يختلف كل تحليل من واحد للثاني أو إذا كان مغطى بالتأمين أو غير مغطى بالتأمين فبتعطيني معلومات دقيقة حول اللي هو إمكانية إجراء الرحوص وهل هذا التحليل متوفر بالأصل أو غير متوفر ممكن ينعمل عندنا ولا ما ينعمل فهي البرنامج نفسه بيعطيني إفادة واضحة بهيكم فائدة الثانية توليد أوراق العمل بالنظام التقييدي متفقين على أنه في أوراق وبتصل للمختبر بعدين بتنعمل النتيجة وبيطبع نموذج للنتيجة كاملة ويتم تدبيسه مع نموذج الطلب وبرجع فيه على القسم وهذا طبعا بيأخذ وقت بيأخذ معنا وقت لكن في نظام المحوسب بيختلف الأمر ممكن طلاعة أوراق تحتوي على كافة أسماء المرضى وأسماء التحليل تم طلبها يعني بيعمل لي تلخيص عام لطبيعة العمل اللي تم يعني بنتيج الرقابة لما بديجي المسؤول يراجع إيش اللي تشغل من الفحوصات وهذه بتساعده في تقييم قديش نسبة الأداء والإنجاز وقديش عبء العمل قديش ممكن استنفذ عندي من كتات أو اللي هي من أدوات الفحص فبيعطيني تلخيص على كافة الأعمال اللي تم عملها من خلال بورقة واحدة ممكن يحدد أسماء المرضى اللي نعمل لهم فحوصات ونوعية الفحوصات التي تم استخدامها من الفوائد موثوقية عالية في النتائج وارد الخطأ لما بنشتغل يدوي وارد أنه يكون خلال سواء في كتابة البيانات أو في تسجيل البيانات على العين الخاصة بالمريض نفسه تمام؟ لكن في النظام المحوسب تسجل نفس البيانات الاسم رقم المريض الرقم الهوية لكن بيعطيني على البر كود بيسموه بار كود بيعطيني بيانات موبحة ودقيقة على اللي هو الترميز بيعطيني رقم أو رمز معين للنموذج نفسه وبتتلزق على الورقة اللي موجودة إذا طبعت طباعة أو بتنبعت للمختبر بدون طباعة إلكترونيك وهاي الملسخ الصغير كمان مع الرقم اللي ممكن يعطيني إياه الجهاز بتنحط على العينة فبيكون اسم مع البيانات التعريفية مطابق مع الرقم الرمزي اللي احنا عطينا للمرضى وهذا بدوره بيقلل من إمكانية وجود الخطأ بل يمنع وجود الخطأ مع إعطاء موثوقية عالية إنه هذا التحليل بهذا الترميز بهذا الاسم هو نفس الشخص المطلوب له من الفوائد تسريع تحميل أجهزة التحليل بطلبات تحليل الفخصات للمرضى بالعادة إحنا يعني بتم إدخال البيانات على الجهاز الاسم والبيانات التعريفية الخاصة فيه ونوع التحليل لكن في البرنامج يدوي لكن في البرنامج المؤتمة أو المحوسب بتم لأنه في عنا قاعدة بيانات أخذناها من نظام الدخول والخروج إذا ذكرين لما حكينا عنه باللقاء اللي فات في قاعدة بيانات كاملة هاي بمجرد الدخول على برنامج اللي هو الأوامر الطبية اللي هنحكي عنه كمان شوي الطبيب بيدخل في عنده جلب للمعلومات والبيانات الخاصة بالمريض بالنفس الجهاز ما فيش داعي يكتب بإيده بتكون البيانات هذه دقيقة وموثوقة وواضحة بتم طلب التحليل وإرساله للمختبر إلكتروني هنا ما فيش داعي أن أقعد أحم أشوء أجيب نماذج وأعب بالإيد في عندي برنامج جلب البيانات من برنامج الدخول والخروج في عندي برنامج من خلال إعطاء الأوامر نفسه مرتبط هذا خاص بالشاشة اللي خاصة بالسكرتاريا وسجل الطب اللي عمله إدخال للمرضى الشاشة الثانية إعطاء الأوامر إلكترونية خاصة بالطبيب بيحدد شو نوع التحليل والشاشة الثالثة بتروح على أو طلب الثالث الإجراء الثالث بروح على المختبر فيه شاشة خاصة فيه بيكون جلب المعلومات من خلال بعد إرسال الطبيب بشكل سريع ودقيق ومحوسب يعني ما بيسمح أنه نقعد نكتب بالإيد وناهو نستنفذ اللي هو وقت وهذا بدوره قد يؤدي إلى ارتكاب بعض الأخطاء أو نسيان أشياء مطلوبة مطلوب لهذا المريض فبيكون حدد نوع التحليل ووصل للمختبر المختبر بيقوم بإجراء التحليل عند وصول العين من الفوائد تحصيل نتاج التحليل من أجهزة المختبرية سند إرسال بتصل للطبيب اللي طلب اللي هو التحليل من غير ما نحتاج أنه احنا نعمل نتائج ونعمل أوراق ونطبعها ونشتغل بالصورة هاي اللي حكلفنا أصلا أكثر ممكن تستنفذ معانا وقت أكثر وقد يكون فيها مجال من الخطأ يعني لو إحنا دبسنا ورقة مع ضغط العمل والسرعة موجود عليها اسم المريض الفلاني والنتيجة كانت للمريض ثاني فممكن يكون فيه عندي خطأ وهذا الكلام يعني موجوده بيصير أحيانا مع ضغط العمل لكن بالطريقة المحوسبة هو مدال فيه عندي ترميز أو رقم رمزي هو ستصل النتيجة من الشخص المحدد حسب الموجود من الفوائد مراقبة نتائج التحاليل الصادرة عن المختبر وهذا بيسموه أحيانا يعني quality assurance ضمان الجودة بدل ما بياخدوا عينات معينة عساس نتأكد من الفحص وبيعملوها بفحوصات تانية هنا ممكن على نفس البرنامج أو نفس الجهاز ونفس الفحوصات اللي موجودة بتعطيني فممكن تكون فيه عندي نتائج عالية أو نتائج متدنية دون الطبيعي بكثير أو أعلى من الطبيعي بكثير خصوصا إذا بنعمل مقارنة نفس الشخص اللي موجود فهذا ضمن ضمان الجودة فقد يكون هناك خطأ النتيجة العالية كثير واضح أن هناك خلل أو المتدنية كثير واضح أن هناك خلل فهذا البرنامج المحاوسب لأنه بيجمع كل النتائج مع بعض فممكن يعطيني قراءة القراءة هذه تعطيني رؤية عن طبيعة وحقيقة اللي هو الفحوصات والنتائج الصادرة عن المخطبات من الفوائد إمكانية إجراء دراسة لتطور حالة المريض يعني في عندي مريض دخل على المستشفى اليوم وقعد يومين ثلاثة أربعة أول يوم عملنا له تحليل واضطرنا نعيد له التحليل عشان بنراقب الحالة بعد ساعتين بعد ثلاثة ثاني يوم ثالث يوم فبيعطيني قراءة لوضع الحالة لع سبيل المثال كرات الدم البيضاء كانت مرتفعة عنده بلشوا بعلاجات حسب المزرعة والحساسية وعطوه علاج معيين ثاني يوم ثالث يوم فمن ضمن المراقبة الكلينيكية واضحاء وفحص اللي هو العلامات الحيوية ودرجة الحرارة والخفاضة كمان بتم مقارنة فحص السي بي سي وبتطلع فيها على الليكوسايت أو الكرات الدم البيضاء وبشوف مدى تقدم الحالة في بدأت تنزل اللي هي كرات الدم البيضاء بمستوى أدنى وهذا يدلل على أنه المريض استجاب للعلاج فهذه بتعطيني دراسة يعني لتطور الحالة أثناء دخول المريض داخل المستشفى كمان من الفوائد بيعطيني إمكانية دراسة إحصائية أو عمل إحصائية لأنه احنا بنحكي على مختبر للمستشفى عدد كبير من الحالات بتدخل على أقسام متعددة كل المريض بيدخل بنعمله على الأقل عند الدخول بنعمله تحليل واحد وخلال فترة دخوله بالمستشفى بنعمله تحليل كثيرة ومتنوعة هذه تعتبر قاعدة بيانات بتساعدنا كثير في عمل دراسات وأحصائيات وأبحاث على طبيعة الفحوصات اللي انعملت على طبيعة حالات المرضية اللي موجودة لما بتكون مغذية ببيانات تعريفية الحالات اللي وجدت عندنا تمام ممكن نعمل فحص مثلا ناخد فئة عمرية معينة ممكن ناخد الدكور ولا ناخد الإنات ولا منطقة جغرافية ونعمل مثلا معدل اللي هي مغلوبين عند الفريق أو المجتمع الدراسي اللي أنا بأدرس عنه سواء سيدات أو رجال أو أطفال أو نساء أو كده من الفوائد أيضا ضبط محاسبي دقيق بالتأكيد أنه مدال مربوط كل نوع من التحاليل بقاعدة بيانات مغذية مسبقا فيما يتعلق به نوع التحليل التكلفة المقابلة إلو على السريع هو مدال انطلب من الطبيب أو طلب الطبيب من المختبر أنه يعمل الفحص راح تترجم ماليا قديش والله السي بي سي عسبيني المثال أنه هذا رسومه غير مؤمن 20 شكل فحتكون هي 20 شكل فأعطاني واضح في عندي مثلا عمل 100 تحليل لقرات عمل 100 تحليل مثلا لفحص الغد الدراقية كل تكلفة التحليل عسبيني المثال 5 شكل المية في 5 بدأت طلع 500 إذا كان مؤمن إذا كان مش مؤمن قديش ممكن تكون التكلفة أكتر إذا كان مدخل مريض منوم داخل المستشفى مش هيكون فيه دفع فهاي بتعطيني ضبط محاسبي اللي هو لطبيعة الفحصات اللي نعملت وقديش إحنا كان بالفعل في عنا تكلفة فيما يتعلق بالتحاليل بتساعدني في قراءة هل الفحصات اللي احنا عملناها من نسبة المختبر وإنجاز المختبر هل هو كان عبئ مالي علينا أكتر هل هو كان فيه مردود مالي من خلاله أكتر سواء كان في مستشفى قطاع الخاص تزبط أكتر معهم من القطاعات الحكومية مع أهميتها طبعا بالقطاع الحكومي بمقارنة عدد الفحصات بالتكلفة المالية لهم طبعا هاي الفوائد على أهميتها هي خاصة في النظام الخاص بالمختبر لكن لو تم ربطها بالنظام معلومات المستشفى الهسبت الانفرميشن سيستيم ستتعاضى من الفائدة أكثر من هي يعني بالعادة لما كنا شغالين بالعيادة كانوا يوميا المختبر بيعمل اللي هو أو عفوا أحيانا أسبوعيا تمام وأحيانا كل يومين كذا بيعمل نموذج النموذج هذا بيقول إيش التحليل المتوفرة وإيش التحليل المش متوفرة وهذه كانت بتتعلق على المختبر وحيانا كانوا يمرروها على الأطباء حتى ما تعمل فحص ويجيين المريض ويقعد ينتظر المريض ويقولوا والله التحليل مش متوفر فكانت بتعطي إمكانية اللي هو عمل نموذج بالتحليل المتوفرة والتحليل اللي غير متوفرة لكن بالنظام المحاوسة ما فيش داع ان احنا نطبع ونغلب حالنا ونتعذب بهيك موضوع يوميا مباشرة ممكن أنا أشيك وأسمح بنافذة معينة للأطباء إنه إيش هالتحليل الموجودة عندنا حتى ويعرف إيش يعمل تحليل أو ما يطلب التحليل من غير ما إحنا يكون في عندنا اللي هو غلبي الشغلة الثانية بتتعظم هاي الفائدة إذا كان ربط النظام المعلومات المختبر مع نظام المستشفى بساعد في منع تكرار طلب التحليل نفسه في نفس اليوم يعني فيه تحليل ممكن أعملها أكتر من مرة باليوم وأعملها كل ساعة على سبيل المثال المريض داخل المستشفى وفيه حادث طرق وواضح أنه فيه نزف ببنعمله متابعة ومقارنة اللي هو الهيموغلوبين لفحص السي بي سي تمام لكن أحيانا والله مريض داخل المستشفى فترة صباحية عمله الدكتور فحص التي أس أتش فحص الغد الدرقية الطبيب لو أجل فترة تانية في نفس اليوم أو تاني يوم وطلب فحص تي أس أتش ما فيش مجال نعمل وليش؟ لأنه هي النتيجة لم تختلف في هذه المدة الزمنية وهاي بتظهر معانا من خلال البرنامج المحوسب فمن خلالها بتم منع تكرار وإعادة الفحص الممكن ما يكون له فائدة في عمله بشكل متكرر يوميا أو خلال أيام قليلة أيضا تتعاضم من الفوائد المتعاضمة تخفيض كمية الورقيات المستخدمة لطباعة النتائج لأنه إحنا في عنا شاشة على الحاسوب وممكن تصل من المختبر إلى الطبيب فيش داعي إحنا نطبع أوراق ونرسلها إلى أقسام المبيت لأنه صار في عنا برنامج محوسب مربوط مع أجهزات أو نظام المستشفى اللي ممكن يصل إلى الطبيب والممرض والجهات ذات العلاقة الفائدة الرابعة أيضا تخليص الاتصال المتبادل ما بين المختبر وما بين أقسام المبيت الأخرى سواء بدي يسأل على تحليل متوفر أو غير متوفر سواء بدي يسأل على النتيجة أو أنت طلعت أو ما طلعت أو بدي يسأل على طبيعتها الفحص بين عمل إيش المواصفات أو إيش المطلوب كشروط معينة لأن نوع الفحص اللي بدي ينعمل ببطل فيه دائلة الاتصالات لأنه ممكن من خلال اللي هي الداتابيز أو قاعدة البيانات الخاصة بهذا البيانات المختبر بيعطي مساحة للتعرف على طبيعة المطلوب النظام التاسع نظام معلومات الأشعة الراديولوجي انفرميشن سيستيم أو الار اي اس والأشعة طبعا من الأمور الهامة في الإجراءات التشخيصية للتعرف على طبيعة الحالة المرضية الموجودة وإمكانية وضع الخطة العلاجية لا تقل أهمية عن الفحوص المخبرية نظام المعلومات الأشعة بيعرفوا على أنه نظام محاسبي متكامل والمقصود فيه متكامل هان أنه نظام معلومات الأشعة مرتبط مع نظام معلومات المستشفى الأقسام الفرعية مع نظام معلومات السجل الصحي للإلكتروني يقوم طبعا بتخزين ومعالجة وإمكانية توزيع وعرض وطباعة صور الأشعة على اختلاف أنواعها وإيصالها إلى الجهات الفنية التي طلبت هذا التحليم فيه نظام اسمه الباكس بي اي سي اس بي بيكتشار صور وي أرشيف عبارة عن حفظ وأرشفة والسي كوميونيكيشن اللي هو الاتصال والتواصل والسيستم نظام هذا النظام عبارة عن حلقة وصل ما بين النظام الأشعة كنظام خاص في الأشعة لوحده وحتى تظهر الجدوى بتباعت هالنظام مربوط بنظام معلومات المستشفى باتصاله مع الأقسام التنويم أقسام جراحة حريم جراحة رجال باطنة عينية مركزة أي كان فهذا بسموها الباكس عبارة عن حلقة وصل ما بين نظام المعلومات نفسه وما بين معلومات الأشعة ونظام معلومات المستشفى الليها علاقة بأقسام التنويم والباكس هذا دوره حفظ النتائج أو الصور اللي موجودة وإيصالها إلى الأطباء اللي هم يتعاملوا مع المريض آلية عمل نظام معلومات المستشفى زي ما فيه عندنا نظام ورقي بتم إيصال كتابة للطلب الأشعة عليه وإيصاله لقسم الأشعة الآن فيه عندنا طلب إلكتروني ولكنه غير تقليدي اثنين بتتم تحديد موعد لعمل اللي هو الصورة للمريض حسب اختلاف نوعها ضمن تحديد برنامج زمني معين حتى المريض ما يكون فيه إطالة وانتظار أكثر وإذا كان فيه نوع من التحضيرات للفحص يعني لازم يكون صايم أو ماخد مثلا صبغة معينة هذه بتكون موجودة ضمن قعدة البيانات الخاصة في نظام الأشعة الأشعة وبتم تحضيره في القسم لهذا المريض بتم جلب لأنه احنا حكينا نظام حاسوبي متكامل مربوط هالنظام مع أنظمة المستشفى الأخرى الأقسام التنويم مع السجل الصحي الإلكتروني فبتم جلب البيانات الديمغرافية الخاصة بهذا المريض سواء الاسم، الرقم تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الملفب تبع المريض، الجنس، العمر بعض البيانات اللي لها علاقة في التاريخ المرضي يعني إذا كان فيه عنده حساسية معينة وهذه بتساعد في إمكانية إجراء الصور أشعة أو لا، لها علاقة في أصباح معينة ممنوع ياخدها أو فيه مثلا كانت بريقنات أو حامل السيدة وهذه ممنوع عملها صورة أشعة X يعني شغلات ضمن البيانات اللي بتكون موجودة بالملف الصحي بتبع المريض بعد هيك بتم تسجيل البيانات الطبيب اللي طالب الفحص نفسه على النموذج الإلكتروني وبيانات أو اسم الطبيب الأخصائي الأشعة والفني اللي قام بإجراء الفحص الأخصائي الأشعة الفن هو حيقوم بإجراء الفحص وأخصائي الأشعة الطبيب اللي هو حيقوم بقراءة هاي اللي هي الصور الأشعة وكتابة التقرير عن ما شافوا من صور أشعة خاصة بهذا المريض طبعا بعد ما يتم الإجراء في داخل بتكون هيك وصلة لقسم الأشعة عمليا البيانات كافة والمريض كان موجود ونعمل الإجراء بعد هيك بتحفظ على برنامج نظام معلومات الأشعة وترسل عبر برنامج المربوط الآخر اللي قلنا عنه نظام الباكس اللي هو بدي يقوم بحفظ وأرشفة الصور ومن ثم إرسالها إلى القسم أو للطبيب الأخصائي اللي هو طلب صورة الأشعة بعد هيك الباكس بيشتغل على ثلاث مستويات الباكس برنامج نظام الباكس بيشتغل على ثلاث مستويات اللي هو نظام حفظ وأرشفة الصور وإيصالها للجهات المعنية بيشتغل على ثلاث مستويات المستوى الأول أنه بيعمل عملية حفظ لصور تشخيصية عالية الجودة لما بقول عالية الجودة إذن الحجم بتبحها على الكمبيوتر حيكون عالي ولما بنا نقول نعمل عملية نقل من قسم الأشعة إلى أنظمة الفرعية داخل المستشفى حتاخد معانا وقت فهذا يتم فيها معالجة الصور ذات الجودة العالية في وحدة ما تسمى أو محطة عمل بيسمها Diagnostic Equality Review Workstation اللي هي محطة العمل لقراءة هالصور وتشخيصها وقراءة التشخيصات الخاصة فيها ضمن مستوى عالي الجودة هذه بتكون في المختبر أو عفوا في قسم الأشعة نفسه في قسم الأشعة بيكون أخصائي الأشعة موجود ابتصل عنده الصورة مباشرة بتكون عالية الجودة هو بيكون بقراءة الصور وعمل تقرير بعد ذلك بتنضغط بمستوى أقل وبتروع على حاجة بسموها Review Workstation اللي هي محطة مراجع يعني ممكن تكون في قسم الاستقبال ممكن تكون في أقسام التنويم ابتصل صورة ولكنها ما بتكون بمستوى الجودة اللي شافها الطبيب الأخصائي اللي في الأشعة اللي هو بدي يعمل التقرير المستوى الثالث في الباكس أنه بيعطينا ممكن يرفع بعض الصور إذا أراد يعتمد على السياسة المستشفى طبعا مع الحفاظ على جانب الأخلاقي في عدم ذكر أصحاب أو وجود ذكر اسم صاحب صورة الأشعة وبتم رفحها على طريق شبكة الإنترنت وهذه لتعم الفائدة إذن الباكس بيشتغل الحالة الأولى أنه بتبعه بيشتغل بالدور الرئيسي بتبعه هو عبارة عن حفظ وأرشفه للصور وإمكانية إيصالها إلى اللي هم الأقسام المنومين يعني الأطباء اللي ممكن هم طلبوا صورة الأشعة ومراجعتها بيشتغل على ثلاث مستويات مستوى الورك ستيشن يعني مستوى عالي الجودة بيقوموا فيه الأطباء الأخصائيين للأشعة بيطلعوا على هالنتائج وبيكتبوا التقارير بناء على صورة واضحة وضقة عالية بعد هيك ممكن يضغطوها هاي الصورة نفسها عسى ستقل الكفاءة بتبعتها بتقل لأنه بدي قل الحجم ابتبعها الريزليوشن بيسموه فبتم إرسالها إلى الورك ستيشن أو بسموها ريفيو وورك ستيشن اللي هي محطات المراجعة اللي في أقسام الاستقبال أو أقسام المبيت اللي موجود فيها المرضى اللي ممكن الأطباء يطلعوا عليها والمستوى الثالث ممكن ترفع أو تحمل هاي الصور على شبكة الانترنت من أجل أن تعوم الفائدة وإمكانية الإطلاع عليها طبعا مع الحفاظ على الجانب الإخلاقي المتعلق في عدم ذكر اسم المريض هذا البرنامج اللي بنحكي عليه وبننتغير من نظام لنظام تقليل لنظام محوسب وحنقلب فيه بعض الموظفين هو له فوائد الفوائد أول حاجة جودة العمل من خلال ضبط النتائج والصور اللي موجودة الشغلة الثانية بتقل الشكاوى من الناس يعني لما بروح نعمل صورة سي تي واللرانين عمال إحنا بننتظر لنا مدة طويلة وبيقعد ننتظر كمان يوم ما نعمل الفحص أو الصورة بناخد وقت يعني يستنفذ وقت كثير بالإضافة لأنه بكون فيه زحم وين لما يصلك الدور في النظام البرنامج المحوسب بتبع الأشعة مفيش مجال بيعطيك وقت وفيك برنامج زمني ومجدول وقت يش ممكن تيجي التاريخ مع الساعة محدد إنه يعمل لك الصورة ببقى الفني اللي بدي يشتغل والأخصاء اللي بدي يقرأ النتائج عارف إنه أنا جايين اليوم عشر حالات بدي أعملها سي تي ضمن برنامج أو جدول زمني محدد مع إعطاء مساحة إنه ممكن يكون فيه عندي حالات طارئة من الفوائد أيضا التكلفة للأفلام ولمحالي للتحميض صفرية لأنه ما فيش داعي أنا أطمع صور أشعة زي الأول ومش بحتاج إلى محالية الحمضية حتى يتم اللي هو عمل الصور الخاصة بالمريض وتحميضها هذا مش حت يعني مش هيكون فيه تكلفة منها كمان ما فيش تكلفة في حفظ والحفظ التقليدي للملفات الأشعة كل صورة أشعة بتشوفها بتبقى حوالي خمسين في خمسين إلها نموذج ورق خاص ورق مقوة وخميل وهذا يعتبر تكلفة وهذا مش بحتاجين للأغلف ولا الملفات هادي لأنه إحنا استغنينا عن هيك موضوع صار في عندي برنامج محوسب مفيش داعي أني أطبع أي شيء تقليل تكلفة أرشفة وحفظ طويل الأمد إذا أنا بدي أقول والله صور أشعة ومحتاجين أنه إحنا عساس مستقبراً بنشوف مقارنة العمل بتبعنا بنعمل عليه متابعة ومراقبة نشوف الصور هدول اللي أصلاً حتقل جودتها وحتتأثر ما فيش داعي لحفظ بعد هيك لأنه في عندي حفظ محوسب من خلال المايكروفيلم والمايكروفيش اللي حكينا عنه في بداية المحاضرات حيعطيني يعني إمكانية حفظ هائل بسعة تخزينية هائلة جداً بسعة يعني خلينا أقول حجم فيزيائي بسيط يعني على فلاش أو على سي دي ممكن ينحفظ بشكل كبير أو ممكن ينحفظ على الجوجل درايف اللي ممكن أنا يعني أستوعب كميات كبيرة جداً من الأفلام ومن الصور اللي مش هتكلفني حاجة مكانية كمان من الفوائد أنه أنا هالطاقم اللي موجود اللي له علاقة بالحفظ والأرشفة وما إلى ذلك مفيش داعي إلو فأنا حستفيد منه بإني أوضفه أو أستفيد من وجوده في أماكن عمل أخرى قد تكون لها مردود إيجابي وفائدة مفيش مجال إنه يكون فيه أخطاء في عمل اللي هو الأشعة نفس فكرة المختبر في عملية اللي هي البيانات اللي تجلب مركزياً من سجل المريض الإلكتروني لقسم الأشعة مفيش مجال إنه يكون فيه خطأ لأنه بدي يكون فيها ترميز رقمي الأفلام اللي كانت تبتنعمل والأحماض والدخلص منها هاي إلها يعني ضرر بيئي على المجتمع هنا طبعاً إحنا تجاوزنا كل هالضرر البيئي اللي ممكن يكون بسبب الأحماض هادة والأملاء والصور الموجودة والأدوات البلاستيكية اللي بيطبع عليها ومواد الإشعاعي اللي ممكن تكون خطر كبير الفائدة الأخيرة إنه بيعطيني يعني مجال للمتابعة والإشراف والرقابة على الأداء على التكلفة اللي عملت على إمكانية توزيع الأعمال ما بين الأفراد العاملين الموجودين واحد بيشتغل عشر حالات وواحد بيشتغل حالة بيعطيني إمكانية الرقابة والإشراف عليهم بشكل واضح النظام العاشي نظام معلومات الصيدلة وهذا يعني تعريفه لا يختلف كثيرا عن الأنظمة الفرعية الأخرى هو نظام متكامل أحد الأنظمة الحاسوبية ومتكامل لأنه مربوط زي ما حكينا نظام خاص نظام معلومات الصيدلة مع نظام السجل الطبي مع نظام المحاسب اللي موجود داخل المستشفى مع نظام اللي هو أو الأنظمة الأخرى المتعلقة بأقساب التنويم كاملة صمم من أجل احتياجات ما يناسب احتياج قسم الصيدلة له يعني عدة فوائد سريعا بقلل التكاليف بحافظ على سلامة المرضى بحسن عملية التفاعل وما بين الأقسام الفرعية الأخرى بحسن فاعلية العمل طيب للنظام عدة فوائد وميزات أولها الخطأ الطبي بيقل إلى درجة خلينا أقول صفرية إذا تم التعاون معاه بشكل صحيح وهنا المقصود في الخطأ أنه بالعادة لما بتنكتب الرشدة يعني نظام الأطباء مفهوم لدى الصيادلة والزملاء اللي بتعاملوا بنفس المجال أنه بعض الكلمات ممكن نحول أول حرف وثاني حرف وبعدين نكملها إياش شحطة وهاي طبعا وارد أنه يكون هناك خطأ وكثير جدا بتصير الأخطاء لكن في البرنامج هذا بتكون قاعدة بيانات خاصة بكل أسماء الأدوية اللي موجودة مع تحديد بتختار اسم الدواء على اسم المريض الصح ما فيش مجال تقدر تبعث اللي هو الأمر الطبي في أنه أنا بدي أعطي مثلا على سبيل المثال علاج روسفين إلا تكتب الجرعة قديش 500 ميلي جرام مثلا أو 1 جرام أو 250 لازم تكتب طريقة الإعطاء بسموه الروت يعني عن طريق الفم عن طريق الوريد عن طريق العضل حسب نوع العلاج ما بيقدر إلا غير يحدد أكم مرة باليوم دي نعمل بي اي دي مرتين ولا وانس مرة واحدة ولا تي اي دي ثلاث مرات ولا تي اي دي أربع مرات حسب الواصف فهاي مش هيكون فيها مجال للخطأ وكمان مش هيكون فيه مجال خطأ إنه العلاج ها طين عطى لفلان دون فلان أو مريض هو مش نفس المريض المكتوب إلى العلاج لأنه احنا قلنا البرنامج هذا مطلوب مع اللي هو السجل الصحي الإلكتروني بتبع المريض فتم جلب البيانات الخاصة فيه بشكل واضح من الميزات والفوائل أيضا بساهم في أتمتت وميكنت الكثير من الأعمال الإدوية الرشدة زمان كانت فيه يعني الرأس بتمحها بيانات خاصة بالمستشفى وبعدين التاريخ بعدين بيانات خاصة بالمريض الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والنوع ذكر أو أنثى وبيانات تعريفية كاملة بعد هي كان بيجي يكتب الجانب الخاص بتطبي العلاقة بالتشخيص وبدي يكتب بعد هيك بيجي بيكتب اللي هو الجرعات أو العلاجات مع التفاصيل بتبحها وبعدين التوقيع اليوم النظام هذا ارتاح منه لأنه مش هيحتاج يكتب هالبيانات كلها بس هيعمل كليك على نوع العلاج اللي هو بطالبه وبنعمله سند هيأخذ العلاج من خلال جلب البيانات التعريفية وبتروع على قسم الصيدلة ما فيش داع على الغلبة اليدوية في كتابة الأوراق حسب النظام التقليدي بتيح النظام التعامل مع سجلات المرضى والمحوسب وهذا من الأساسيات عشان يتم تحديد العلاج خليني أقول ضمن الفايف رايتس أو اللي هي الحقوق الخمس أول حق من الحقوق في إعطاء العلاج رايت نيم اللي هو الاسم الصحيح وهذا من خلال البرنامج المحوسب بجلب البيانات التعريفية الخاصة بالمرض بشكل مباشر بساعد النظام على إدخال عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية كل البيانات الخاصة فيها الاسم العلاج مثلا الشركة الموردة إذا كان فيه ترميز سعري قديش ممكنين نعطى تمام اللوت نمبر اللي هي رقم الشحنة ممكن إضافة أعداد كبيرة من الأصناف العلاجية أو المستهلكات والمستلزمات ممكن حذف كذلك إذن البرنامج يساعد فيه إمكانية اللي هو الإضافة والتعديل إله من الميزات والفوائد إمكانية معرفة رصيد الأدوية قديش فيه عندي أنا موجود قديش أنا بتوقع عشان أنا أطلب للطلبية المستقبلية إلى الشهر القادم بتساعد في عملية اللي هو متابعة تحديد الرصيد وإمكانية وعدد أو المقدار العلاجات التي تم صرفها من الفوائد إمكانية الصرف أو البيع من خلال الترميز الرقمي الرقمي وهذا الترميز الرقمي لما أجي أقول الشحنة هذه لوت نمبر بتبحها مثلاً إله رقم معين تاريخ الانتهاء الصلاحية في 1-1-2021 وأجتني كمان شحنة تانية لما أنا بطلب طلبية شهرية أجتني طلبية أنه بدا تكون تاريخ الانتهاء بتبعه على سبيل المثال 1-6-2021 ففيه فارق زمني من خلال اللي هو البرنامج هذا والترميز الرقمي بيقول لي الشحنة هاي يديش تاريخ الانتهاء الأقرب يخليني أتعامل معاه عساس يتم صرف العلاج اللي ممكن تاريخ الانتهاء بتبعه اقترب أكثر من اللي هو العلاجات اللي ممكن يكون فيها مساحة زمنية أكثر في اللي هو تاريخ الصلاحية من الفوائد عدم السماح للطبيب بتجاوز أي متطلب من المتطلبات التعريفية يعني زي ما قلنا زمان ممكن كان ينكتب الاسم وينكتب العلاج بجزء من الحرف حرف من هالعلاج أو حرفين وبعدين شخبطناها تخبط زي هيك ونكتب واحد في اتنين وما يكتبش الجرعة أو كذا اليوم مفيش مجال إلا غير إعطاء بيانات تعريفية كاملة عن اللي هو المريض وهذه مش هيتغلب فيها الطبيب لأنه هو على صفحة السجل الإلكتروني بتبع المريض أو السجل الصحي الإلكتروني مش هيتغلب فيه العلاج لأنه حيختار نوع العلاج وقدامه موجود قديش إمكانية اللي هو الجرعة وطريقة الإعطاء وعدد مرات الإعطاء وما إلى ذلك كمان هو حيحسن من جودة العمل من خلال إصدار تنبيهات كيف يعني تنبيهات؟ ممكن يكون مريض يكتب له علاج على سبيل المثال بنسلين بنسلين العلاج المريض قبل يدخل عندنا المستشفى ومن خلال التاريخ المرضي في عندك حساسية أو عندك حساسية لا إيش للبنسلين تم وضعها أو إضافتها على ملف المريض صارت بشكل واضح فنيجي أعطيه مريض مثلا ما تعاملش معه قبل هيك وحسب نتائج المزرعة لقى أنه مناسب يعطيه البنسلين أعطاه البنسلين حيعطيه تنبيه أنه هذا المريض مش هيزبط يأخذ البنسلين لأنه في عنده حساسية فهذا البرنامج ساعد وحسن من جودة العمل بساعد الصيدلي في عمل جرد لكل اللي هي الموجودات الموجودة عنده من اللي هي الأدوية والمستهلكات الطبية بساعد في تحقيق الرقابة الإدارية والمالية والفنية على العمل الصيدلي بساعد المدراء والمسؤولين في المتابعة بسهل إصدار التقارير نحو المصروف من العلاجات يعني ممكن يكون في عندي علاجات الصرف تبحى إن آكل خامل يعني وين لما يجي حدا يطلب هالدواء ولقينا الشهر هذا أنه في عدد كبير من العلاجات هذي انصرفت فهنا بنشوف هل العلاج مثلا عساس أنه الراعي توفير كميات أكثر في الأشهر مثلا موسمية يعني عسبيني المثال بالصيف بنحتاج أنزود الأوراس اللي هو محلول الإشباع لأنه بصير في عنا حالات إسهال وحالات اللي هي النزلات المعوية فبصير في زيادة لا استهلاك هذا العلاج في فترة زمنية محددة فبنعرف ممكن تكون بالشتاء الأعداد عندي محدودة للأوراس أو اللي هو محلول الإشباع وبدي أزوده في موسم معين العلاقة بالصيف لأنه بتزيد الحالات وهذا بساعد طبعا في تخطيط العمل بشكل صحيح الفائدة الأخيرة عدم ضياء ضياع الرشدة اللي ممكن تكون في ضغط العمل وعادة بالعيادات بيكون ضغط العمل يعني بالأسبوع الأول من الشهر لأنه بتيجي الطلبية العلاجات الناس كتير ما بتروحوش على العيادة في اللي هي بعد نص الشهر ليش لأنه خلاص ما فيش فيش أدوية لايش أروح فبتلاقيهم بيجوا خلال أول أسبوع بتلاقي عدد كبير من المرضى المراجعين هذا بسمح أو ممكن يكون في مجال ضياع بعض الرشدات والأوراق بالبرنامج المحاوسة هذا ما فيش ضياع لأنه ما فيش عنده أصلا ورقة ممكن اللي هو نستعملها حتى يكون مجال لضياعها وفقدانها من الأنظمة أيضا نظام 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 إدخال المعلومات أو الأوامر الطبية إلكترونيا نظام إدخال الأوامر الطبية إلكترونيا محاوسة محاوسة طبيب أو أوامر طبية وإدخال نظام إدخال الأوامر الطبية الإلكترونية عبارة عن نظام ريح الطبيب بشكل كبير جدا وريح الأقسام ذات العلاقة سواء مختبر سواء قسم التغذية سواء الصيدلية سواء الأشعة اللي ممكن يكون الطبيب له تعامل معها بشكل مباشر من خلال اللي هي حسب حاجة المريض فهو عبارة عن نظام آلي محوسب متكامل لأنه متكامل مربوط مع كافة الأقسام اللي موجودة أو كافة الأنظمة المعلوماتية الفرعية الموجودة داخل المستشفى فهو نظام محوسب متكامل يتيح للأطباء إرسال الوصفة الطبية سواء كان وصف علاجي بده علاج معين أو تحاليل مخبرية أو أشعة أو وصف غذاء معين لكل الأقسام ذات العلاقة وهذا يعني مربوط ارتباط كامل باستجل الإلكتروني الصحي بتبع المريض من الإيجابيات لهذا البرنامج بيعطيني حاجة بسموها التنبيهات اللحظية للطبيب الولفزيشن ريال تايم أليرت تنبيهات لحظية للطبيب يعني زي ما قلنا قبل شوي انه الطبيب مثلا كتب للمريض علاج بن سليم في نظام معلومات الصيدلة هذا هو نظام تنبيه لحظي انه هذا المريض البن سليم ما بيمشي معاه لانه في عنده ايش حساسية كتب للمريض مثلا وجبة وجبة غذائية عالية السكر والمريض المشخص سكري مش حيسمح بإرسال اللي هو إلا غير بيعطي تنبيه لحظي انه هذا المريض ما بينفع ياخذ العلاج الغذاء هذا لانه مريض سكري بده غذاء قليل سكر وهاي الفكرة ابتبعتم من الانظمة الفرعية بالمستشفى نظام معلومات الاقسام الداخلية وهذا بيعطيني زي تفصيل على كل الحالات التي تم إدخالها حالات التي تم خروجها من المستشفى توزيع الحالات على الأقسام كذلك توزيع الحالات على الغرف نفسها ورقم السرير بيعطيني يعني بسهل في عملية الحساب التكلفة لإقامة المريض بالمستشفى لو كنا بنحكي على مستشفى خاص أو مستشفى مريض دخل بدون تأمين في حكومة إشغال السرير والأقسام اللي ممكن أنا أدخل فيها حالات مرضية بشكل أولا بأول نظام معلومات التغذية وهذا لأنه مربوط مع الأقسام بشكل مباشر حسب المرضى المنومين بالمستشفى بحد طبعا قديش الوجبات اللازمة نوعية كل وجبة كل قسم قديش فيه مطلوب وجبات مع بيانات خاصة بيعني القسم الغرفة رقم السرير فهذا بيعمل عملية اللي هو يعني تدقيق ورقابة على الوجبات نوعيا وكميا من الأنظمة أيضا نظام معلومات التأمين الصحية بتحديد طبعا التأمين الصحي بتحديد أنواع التأمين اللي ممكن إدخال المرضى من خلالها نوعية إدخال بشكل عام سواء عن طريق تأمين صحي أو تأمين صحي حكومي أو تأمين صحي خاص تحديد مثلا ممكن المرضى هدول لبحالات قضائية إصابات عمل أطفال مدارس يصيبوا في المدارس أو برياض الأطفال هذا نظام المعلومات اللي ممكن يحدد أنه هذا المريض معفى أو غير معفى أو بحاجة إلى دفع مالي أو عمل التزام وما إلى ذلك من الأنظمة أيضا الإيميل سيستم نظام البريد الإلكتروني زي نظام الحاسوب الحكومي اليوم ممكن على كافة الوزارات تلاقي في يوزر واحد ببيانات مستخدم مع الباسورد بتبعه ممكن يدخل على أي وزارة هذا نظام بريد إلكتروني من البريد أي إشي لعلاقة برسائل بتنبيهات بتعميمات خاصة بالعاملين الموجودين داخل المؤسسة الصحية على اختلاف تخصصاتهم فنية وإدارية ممكن تصل لهم التعميمات من خلال البريد الإلكتروني أولا بأول نظام معلومات حسابات المرضى وهذا مرتبط مع السجل الطبي مرتبط مع قسم التغذية مرتبط مع أقسام المبيت مرتبط مع الأشعة والصيدلة وكل الأقسام الفرعية من أجل تحرير الفواتير العلاجية الفواتير اللي عملت تشخيص للمرضى سواء تحليل أو أشعة أو أي إمكان إلو علاقة بالإن بيشنط باسم المنومين بيحسب لي قدش التكلفة في دخول المرضى يعني كل حاجة إلو علاقة بالحسابات والجانب المالي بيكون فيه عندي نظام محوسب على هذا الأمر نظام شؤون الموظفين له علاقة طبعا بتفاصيل على كافة الموظفين الأعداد الموجودين داخل المستشفى وتحديد الفئات والتخصصات وتبعاتهم وتوزيحهم على الأقسام مين منهم إجازة مين منهم تحت التعيين مين منهم مسافر مين منهم أي كل أي إشي إلو علاقة بملف المريض الإداري أثناء وجوده بالمستشفى بيكون ضمن البيانات الخاصة فيه آخر من النظمة أيضا نظام معلومات إدارة المستريات والمخازن نظام التقارير الإلكترونية هذه من أظمة الفرعية الموجودة آخر نظام نظام متابعة ومراقبة المربل patient monitoring system وهذا نظام يعني محوسب زي لما تدخل القسم الاستقبال أو العناية أو كذا بتلاقي مريض موجود جنبه جهاز أعلى منه مشبوك على القلب وعلى الأطراف فيعطيني قراءة أولا بأول على طبيعة الحالة أو الوضع الموجود وتبعها قراءة أو العلامات الحيوية مراقبة رسم القلب أولا بأول لما يعطيني انذار مبكر مثلا بصوت الإنذار بتبع الجهاز ممكن يكون المريض أنه اختلفت الحالة الصحية بتبعته فيجب أن يتم التدخل أو ممكن يكون أصلا فلت الجهاز عن الجسم أو عن الأصبع أو كذا فبحاجة إلى تدخل من أجل المتابعة بيعملني قياس أول بأول مشكل دائم لل أو ما يسمى بالعلامات الحيوية بيساعدني في التعرف على مصار العلاج اللي تم إعطاؤه للمريض وخاصة في حالات أمراض القلب فهاي لها علاقة بجوانب فنية بتساعد الأطباء والفنيين والتمريض في متابعة الحالة المرضية بهيك بنكون أنهينا الفصل الرابع تحدثنا فيه على كافة الأنظمة الفرعية في المستشفيات وفوائدها وميزات النظام المحوسب واش كان فيه معيقات أو مشاكل من الأنظمة التقليدية إن شاء الله في اللقاء القادم نختم في آخر محاضرة في الفصل الخامس على فوائد ومجالات وميزات استخدام نظام المعلومات الصحية السلام عليكم